رد كان اخر كلام وبعدين خلاص والناس سقفت وحتى دونالد توسك قالك ده يعني الاعلام المصري متحمس وعنده حرارة وعنده حماس طبعا احنا قاعدين بنتابع وكلنا بنسقف يعني حاجة بتتابع لانه الرد ده اللي حضرتك كنت منتظره اللي كنت منتظر هرد ازاي طب العملين يتكلموا على حقوق طب وليه محدش دايما هم صحافين بتاع اوروبا كده يسألوا بس في الاخر كمسؤول هترد عليهم ازاي وهتوصل رسالتك لانه الميت مليون النهاردة منتظرين الرد ده وعايز اقول لكم الرد الرد التوقعات اللي كانت منتظرة هو اقوى كمان من توقعاتنا اقوى لانه هي دي قوة الرئيس وقالك انا بكل قوة بكل سبات وهو ده دي مصر نجاح المؤتمر ده اغضب وابكى اردوغان اردوغان بقول لكم بقى اليومين والله من ساعة الناس ما جاية بيعيط لانه هو عارف الحكاية دي هتحصل مساشار بتاعه طلع امبرح يبلطج علينا الرئيس النهاردة اللي هو بكلمتين احكام قال لك اللي بيتكلموا على اعدام احنا بنقول كلام واضحة هو حقنا بناخده بالقانون وهنفضل ناخده بالقانون هل الرئيس عنده كلمة مثلا في اجابته كانت محدش فهمها مثلا الاوروبيين اللي قاعدين والاعلام اللي بيتابع والاعلام اللي بينقل على هون بشرة الموضوع ده لدرجة رويترز رويترز نفسها اللي هي من اكتر الناس بتوعى للجماعات والانجليز والحاجات دي ابرزت الكلام ده النهاردة مش رويترز باتس على كل الاعلام ركز على رد الرئيس في مسألة القصاص هناخد القصاص ولا خلاص بعد الهاجمات والاعلام والدول لا قال لك وهناخده بالقانون طب احنا كنا قبل كده بناخده مغير قانون لا بالقانون ده معناه ايه النهاردة انت مستمر في تنفيذ القصاص هيطلع قد تاني جاين بقول هي دي المشكلة الناس مش فاهمة قوة الدولة المصرية لا بره ولا جوه الناس اللي جاي لك النهاردة جاي لك ليه جاي لك ليه 27 دولة اوروبية و22 دولة عربة جاي لك ليه موجودين يا فشارم الشيخ ده كنت النهاردة مع رئيس وزراء ايطاليا مع تريزم ايه بيلعبوا بلياردو هو فيه جمال اكتر من كده هو فيه امن اكتر من كده جايين بيلعبوا عندنا بيلعبوا وهو واضح من لعيب كنت يا رئيس وزراء ايطاليا لعيب تريزم ايه لسه كان بتتعلم المساعدة بتاعها بيعلمها لما لو الفيديو موجود ممكن نبقى نشوفه وكله النهاردة بيحي مصر عايز اقول لكم كم حجم المتابعة لمصر النهاردة والدولة المصرية من امبارح او من اول امبارح كمان حجم المتابعة قد ايه حجم الاخبار النهاردة قد ايه حجم التعليقات قد ايه طيب كنتي و تريزم ايه اهو قدام حضراتك اهو بعد ما خلق بيلعبوا مع بعض هي طبعا لسه راحت بعيد هو مسك بقى ايه لا هو حريف بكزوا معا بس طبعا ما جاتش في ال في اليعني ولكن هو واضح اوه بسكوا بسوا ماسك الازاي ويركز وباصص على المك اوه اضرب العب يلا في الاخر الرسالة من هنا ايه لن بتشوف اللاطة دي على فكرة كنتي حطها على صفحته والصحف الانجليزية والاعلام الانجليزي اخد الفيديو ده على كل الصفحات بتاعتهم شيرت بقول لكم يعني عاملة حالة كبيرة حطها على صفحته لونزين بقول لكم انه هي دي الرسالة اللي طالع من عندك رئيسة وزراء بريطانيا العظمة وايطاليا الاتنين بلعبوا بلياردوا في شرم الشيخ ايه الجمال اللي بتقولوا الجملة دي او ايه الجمال اللي بتقولوا اللقطة دي جمال وقوة وامنة وايه كمان والراحة ناس يعني جايين ناس عندهم رفاهية زي مساء الله الرئيس قال كده قالوا انتم بتدوروا على رفاهية انا بدور واحنا كدول عربية بندور انه البلاد دي تقف على رجليها اولوياتنا النهاردة اننا امنع سقوط بلدي زي ما البلاد اللي حولينا بتسقط او سقطت ده الاولويات اللي عندنا انتم ناس مرفهين حضرتك بتدور حضرتك بتدور على رفاهية الايطاليين طليان رفاهية الانجليز رفاهية الاسبان والالمان رفاهية حضرتك خلاص ما عندكش لدولها تسقط انتم دول متقدمة ودول عريقة انا بلدي كانت تتعرض في يوم من الايام للسقوط لولا ربنا كرمنا ومنعنا البلد انها تسقط والنهاردة بندفع انه البلد دي بنعمل عملية تنمية وعملية اعادة ترميم للخراب اللي حصل في البلد على مدى من 2011 لحد 2013 و14 وبيحاولوا يخربوا كل شوية ويحردوا كل شوية ويعملوا عملية كل شوية فعلهم دي الاولويات اللي عندي طيب هل النهاردة هو مش ده حق الانسان طبيعي حقي وحق ولادي وحق ولادك وحقوك وكلكم اللي قال بي الكلام عنه سيد الرئيس النهاردة طيب العالم اللي موجود النهاردة بسم الله ما شاء الله في شرم الشيخ والرئيس قال مثل مثل واذكر حضراتكم كمان كلمة سيد الرئيس لما قالها العالم اللي قدام حضراتكم شوفوا الصورة موسيقى highlight